اشتركوا في القناة 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 في الحشواء وضفت هنا شوية دي البزارس التو صافي والملحة ونخلي هاد الحشواء دي احتكت نشف مزيان من المومة كيبقى شهر البخار طالع ملحة فبالنسبة لسترد الدجاج لحصيه على طريقة دي الشوار ما اخذيت اينا وضعت فيه البزارس كينجبير الخرق ومعارق صلصة دي السوجة تقريبا واحد المعلقة كبيرة عامرة مزيان تومى لا مطار ضد نص علبة دي الدانون طبيعي بدون سكر على حسب الكمية اللي عندكم دي الدجاج شوية دي الهريسة شوية دي التحميرة فيمي ولا تحميرة العادية مهم عصر دي النص ليمونة حامضة باش كيجينا السدر في تيمي يجيناش ناشف صافي هاد المكونات كاملين والملحة شوية دي القصبرية بس المطحون عندكم العطرية دي الشوار ما اضيفه احسن انا نضفت غير شوية دي العطرية دي الدجاج ما كانش بقات عندي دي العطرية دي الشوار ما صافي ندمج المكونات مع بعضهم وغدا ناخد الدجاج هنشرمله نخليه تقريبا واحد ساعتين عندكم الوقت خليوا الدجاج يباتلي لكاملة يكون احسن حتى تشرمل لي هاد الدجاج مدة عدا اختيت ويدي الزيت الزيتون ضفته ودخلت دجاج الفران مني قربت دجاجي طيب اختيت واحد شوية دي الزبدة ودهنت هاد الدجاج كامل صافي وخرجت دجاج قطعت القطع كما اطلعتوا معيه في التبصيل وان شاء الله غدا نبدو نوجده في لابراي كيش باش نضيفو هاد الحشوات هادو نعمروا لي كيش فخليوكم معيه بإذن الله نغن نبدو على بركة الله اول شي غدا ناخد ايناء غدا نوضع فيه جوج حبات دي البيض من بعد غدا نضيف جوج قطع دي الجبن دانون طبيعي بدون سكر معلقة صغيرة عامرة دي الانشاء باش كتنشفن هادك المالي تيطلق البيض 4 جرام دي الخميرة دي الحلويات شوية دي الملحة شوية دي البزار عندكم شعطرية كتعجبكم ممكن انكم نطيفوها ممكن نطيفو الزعتر هنا هنضيف غير شوية دي البزار وشوية دي الملحة هنضيف من بعد جوج معالق كبار عامرا مزيان حتى الجوج معالق كبار ونص دي الفرماج حمار محكوك صافي وغدا نخدم هاد المكونات هادو مزيان الفرماج حمار محكوك نخلي حتى اللخر صافي ونطلق بكم ان شاء الله خواتي في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله إذن كما كتلاحضوا معي ضفت كتر من النصف الكيمية دي الكفتاء اللي مع الجزر الحشوية ستكون تقيلة باش الكيش مينزلوش لينا مني نخرجوهم من الفران عمرت هاد القواليب الصغار بالكفتاء مع الجزر وغدا الكيمية اللي بقات عندي غدا نزيد نصف الكيمية دي لابرايا كيش لانه ما زال عندي الكيش بالنسبة للحشوة التانية فنفس لابرايا كيش غدا ناخد هنا نوضع فيه دانون طبيعي بدون سكر زوج قطع من الجبن جوج بيضات معلقة صغيرة دي الناشا نصف نصف خمارة معي عادية ربعة جرام شوية دي البزار شوية دي الملحة المكونات كاملة اللي ذكرت اولا اللي خدمني في الاول غنضيفهم هنا ضفت تقريبا جوج معلقة ونصف دي الجبن غنزيد منزل شوية دي الجبن احمر سوفي وغناخد القواليب دي الكيش دايرين كنوضع فيهم شاور ما دي الججاج كيما كتلاحضوا معي بد الشكل هذا وكنناخد الخليط دي اللابرايا كيش وكنكبو فوق هاد القطع دي الججاج وانطلقى بكم ان شاء الله اخواتي في الوصفة التالية او في الحشوة التالية خليوكم معي بإذن الله النسبة دي الحشوة دي اللي زيب بناغو الجبن تناخد ميتين ميلي دي الكريمة دي الطبخ ممكن نخدمه غير بلا برايكيش اللي خدمنا من قبل ممكن نخدمه بالكريمة الكريمة فيها ميتين ميلي ما يعادي الكاس دي اللي عنبه عامر حتى الفوق كيما كتلاحضوا معايا هادي الكريمة اللي خدمت بها كدير تقريبا ثمانية دي الدرام من بعد غضو نضيف ثلاثة دي الحبت دي البيض ثلاثة دي اللي مع الكبار دي الناشا شوية دي الملحة شوية دي البزار الجبن احمر محكوك تقريبا واحد جوج مع الكبار حتى الثلاثة هاد لابراكيش ما فيهاش نهائيا الخميرة دي الحلويات صافي وشوية دي الملحة وشوية دي البزار وندمج هاد المكونات هاد مع بعضهم مزيان ونضيف عليهم ليزيب بناغو كيجي واحد الحشوة غزالة وكيجي بيها الكيش بني بنين بزاف كنخدمو المكونات مزيان بتشكلة دا الى لحطوا يعني اللي الكيش كاملين سنعمروا وكندخل كل شي الفراني طيب بهات طريقة هادي كتسهلوا لكم الخدمة ضغية نخدمو المكونات مزيان بتشكلة دا كيما اسبق وذكرت لكم ماشي دروري نخدمو بهات الكريمة وهاد لابراكيش دي الكريمة ممكن نخدمو ببلابراكيش اللي خدمنا في الاول هنا كما لاحظت معي ضفط الفرماج حمر ونضيفه لزيب بناء ونخدمه المكونات معا بعدهم مزيان كل ما كانت الحشوة دي اللي كيش تقيله مكين نزلوش لي كيش يعني كيبقاوا منفوخين كيما كتخرجوهم من الفران كيما لاحظتوا معي في اول فيديو فهنا كيما كتلاحظوا معي هذا هو الشكل دي الحشوة كيفاش كتكون كتكون بحلقة تقيلة ما كتكونش خبيفة حيث إلا كانت تخفيفة الكيش كيبقا لكم منفوخ في الفران ومزيان كتخرجو الكيش من الفران تسفش لأن الحشوة كتكون خبيفة وكتكون يعني الهواء في الحشوة الداخل هنا هاد اللي كيش دي الشوارما زينتهم به هاد المملحة هاد المملاحة هاد والقوم سيتباعو في المحلات المحلات التجارية الكبرى زوين بزافت زين دي اللي كيش كيعطيو اللي كيش واحد الجمال يز ستتجليون حشوة وكيجو بحلقة الحشوة فش كنجيونا ناكلو الكيش وكيجو بحلقة يعني الابات مكيبقاش مكرا مشين وما كيتحرقوش يعني يراكيبقاوا في اللون ديالهم ما كيتحرقوش نهائيا وخاتشعلوا النار في الوجه دياللي كيش لانه وضروري غتشعلوا النار في الوجه دياللي كيش باش يتحمر النفل ووجه دياله ما كيتحرقوش صافي غدا ندخل ان شاء الله را ما زال عندي كمية من هاد الكيش هذا لانهو كانت الكمية كثيرة في الطلبية ما زال عندي آآ غندخل هاد الكيش هادو يطيبو الفران آآ ديال الغاز ولا الفور الكهربائي يتبقى ليكم الاختيار النار تكون متوسطة باش كي طيبنا طيبنا لابات ديال الكيش مزيين وحتى يعني الحشوة كتطيب على راحتها فان شاء الله نطلق بكم في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله فبالنسبة الكيش الاول اللي صيبنا بالكفتة وبالجازر غنوضع عليه تهو في الفوق وحد المملحات اللي تكونوا حتى هما دايرين تهوما ما كيتحمروا ما تشي حاجة يعني تبقوا في اللون ديالهم غير ما تكونش النار مجهد بوحد شكل كبير حتى يتحرق نتال الكيش وانما راح تبقوا في اللون ديال الكيش يعني ما كيتحرقوا ما تشي حاجة وخا طيبين وحتى هما كيهشاشوا وكيجيوا غزالين غزالين آآ كيزيدوا مرضاق الكيش هدا هو اللي بغيت نوصل لكم فكنستمر به الطريقة هادي حتى نكمل الكيمية كله وصف يمكن ندخل الكيش يا طيب وانطلق بكم شاء الله اخواتي في المرحلة التالية بخليوكم معي بإذن الله إذن كيما كتلاحظوا معي الكيش المثلات عمرتهم بليزي بناغ والجبن ما كيفيدوش نهائيا الأنواع ديال الكيش كاملين ما كيفيدوش غير هو ما تكونش يعني آآ الحشوة خفيفة إلا كانت الحشوة خفيفة تما فين كيفيد الكيش يعني ضروري غضي يفيد لكم الكيش في الفران عكس مني كتكون الحشوة بحلاكة آآ فما كيفيدوش نهائيا وكيجيوا لي كيش من فوخين وخاك نعمرهم حتى للفوق بالنسبة للكيش اللي على الشكل اوفال فعمرتهم بالكبدة وعمرتهم بلاباراي كيش عادي بحل اللي خدمنا في الاول كنحاول نصور معكم يعني اهم المراحل لاناو كيكون شوية تصوير والخدمة مهم انا كنحاول نشرح ولما كانت شي حاجة ما مشروحهاش مزين خليوانيا شاء الله بتعالي قنجاوبكم على بإذن الله بالنسبة للكبدة احتها هي ستبتة بحلاكة ووضعت عليها لاباراي كيش من الفوق سوف يغندخلهم الفران يطيبو بنفس الطريقة دياللي كيش الاولين كيم ما غطلحتو معي ان شاء الله بالنسبة للكيش اللي كيبينو لكم باللون الاسفر لاناو لاباراي كيش ما كافيانيش ديلت لاباراي ونص يعني خلطة ونص ديال لاباراي ديال الكيش فما كانش كافياني البيض وخدمت بالبيض بلديدك شي لاش كيبينيكم اللون اسفر والكيش الاخر سيبينيكم عادي مهم غندخل هاد الكيش هدا يطيب ونطلق بكم ان شاء الله خواتي في الشكل نهائ ديال هاد الجزء من الطلبية في المالح فخليوكم معي باذن الله فهنا كما كتلاحظو معي كانت بقات عندي شي كيمية من آآ الانواع كاملين بدرتهم فضل لاطه هادو دخلتم اي طيبوا لانهو ما كافيانيش اللاطات ونطلق بكم ان شاء الله خواتي في الشكل نهائي فخليوكم معي باذن الله اذا انت يبقى دوشك النهائي ديال الانواع بربعة ديال الكيش اللي شاركت معكم ان شاء الله تجربوهم بصحة ورحة وينالوا اعجابكم اي حاجة مش رحتش مزيان ولا ما كانش واضحة مزيان خليواني ان شاء الله في التعاليق نجاوبكم علىها باذن الله بالنسبة لهاد المملحات هادو اللي زينت بهم الكيش الصغير والكيش اللي عادي دائري فهو مرة هم كيتبتو ما كيطيحو ما تشي حاجة يعني كيوليو منهم الحشوة ما كيطيحو ما والو فان شاء الله تجربوهم بصحة ور راحة وينالوا اعجابكم اه النار تكون متوسطة واقل من متوسطة في المراحل الاخيرة بشي طيبنا الكيش على راحتو كيجي الكيش هشيش بلابات كتجي واحد الحشوة بنينة بنينة بزاف ومعلكة فان شاء الله تجربوهم بصحة والراحة وينالوا اه اعجابكم واي حشوة ممكن انكم تخدمو بها يعني كيبقى لكم الاختيار هناكي ما رحتو معي كانت الطلبية مشكلة فضرور يعني كان خاصني نوع عليها في الحشوات كاملين اه ممكن شرين ضيف الحوت وانا دير الحوت في البسطيلة فحاولت ان الدجاج نديرو على الشكل شوارمة باش يبعد من البسطيلة ديال البخاليني فان شاء الله تجربو بصحة والراحة وينالا اعجابكم بالنسبة الكيش ديال الكبدة راكي يجيش حاجة غزال غزال غزاف وماشي دروري الكبدة ديال البقري ممكن نخدمو بالكبدة العادية غير هو ما تسلقوش الكبدة حيث كتنشفلها تسلقات غير كتنخد نديروها تغسلهم زيان بالخل ارى ما كيبقى فيها تشح حاجة بالنسبة للسر ديال لون ديال الكيش ك كيبلكم لابات ديال الكيش محمرة وهذه التحميرة اللي ضفنا في لابات ديال الكيش والعطرية الميكسيكية كتعطيها ديال لون الكيش كيطيب ودك اللون كيزيد يخرج كتر من شاء الله مني غتجربو هاد الكيش هاد را غيجيكم بالضبط بالضبط في هاد اللون هذا وبالنسبة للحشوة هادك التحميرة يكون من الفرماج حمر وبالنسبة للبسطيلات ديال الحوت وديال الدجاج حتاوما طيبتهم وفينيتهم الكورني حتاوها عمرتوا بحشوة باردة لشانصون صيبتهم غير بالجوبن ب بلوش يعني يكون كل شي مشكل وكل شي منوع خليت البيتزا بحديتها يلاخرى عدا طيبتهم يبقى تذيك ساعة اللاروب طيبت للبيتزا صفي وجمعت للمسائل دياله كاملين اي حاجة مش رحتاج مزيان ولما كان شواضحا مزيان خليوا لي ان شاء الله في التعليق نجاوبكم علىها بإذن الله شكر كبير لكم بزاف زاف على حسن المتابعة ديالكم على تعالقكم زوني اللي كتخليوا ليها للتشجيع ديالكم على كلامكم طيب شكرا شكرا لكم حاليا إلا نقول لكم صلى الله وفراتكم بزاف زاف وإ لقاء آخر في فيديو آخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته